شاركت سعادة السيدة أمنا بن تحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الدورة العشرين لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقيد بالرياضة قد أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على همية مواصلة الجهود لتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات تصم في تعزيز الخطط والتجارب الإسكانية لدول المجلس بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس متملة جهود الدول الأعضاء وإسهاماتهم في إنجاح أعمال الدورة التاسع عشر التي ترأستها مملكة البحرين وقالت رموحي إن وزارة الإسكان والتغطيط العمراني قامت خلال الدورة المنصرمة بتنفيذ التزاماتها بشأن إعداد دليل وسائط التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان المعمول بها حاليا ومستقيا محتوى من التجارب الإسكانية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون منوهة إلى أن هذا الدليل من شأنه تعزيز الجوانب التخطيطية المدرجة ضمن الخطط الإسكانية لدى دول مجلس التعاون اشتركوا في القناة